احيانا بنخش كده على انستجرام او فيسبوك او تويتر بنشوف لعيبة كورة او رياضيين كبار يعني وعنده مطش مهم تلاقي ماشاء الله قدامه وليمة فيها حمام وفيها محاشي وفيها فراخ وفيها لحمة وبعد اسأل نفسي سؤال هو اللاعب ينفع يأكل عادي كده الحاجات دي كلها ولا ليه اكل معين ولا ليه فترات ممكن يأكل فيها الاكل اللي هو اللي زي بيقول كده احنا بنقولها بالبلدي بعك عادي براحتي ينفع ولا ما ينفعش دي بتضر عليه لو هو مثلا كالاكلة فيها زيادة شوية ممكن تضره وبيلعب ممكن لقدة الله تأثر على صحيته التفاصيل دي حراك بتشوفها طيب نتكلم في الموضوع في كذا شرط طبعا الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه ان هو لعيب عنده مطش بكرة انه يبقى عنده وليمة دي ما بتحصلش حصلت مع اللعيب الكبار خالص اللي كان المدرمين ما بدرش يسيطروا عليهم زي مرادون انا سمعت كده قصص ان المدرم بتاعكم بيقول انا ما قدرش هتحكم فيه يأكل زي ما هو عايز ده لعيب مهاري لكن لو حضرتك تفتكر كويس قوي انه ما كانش فيه اعتماد على مستوى الفتنس بتاعه يعني كانوا بيشتغلوا على المهارة بتاعت اللعيب مصدوط لكن تغذية الرياضي دي حاجة مختلفة تماما هدي حضرتك مثال صغير انا عندي اتنين رياضيين بيلعبوا نفس اللعبة ده وزنه 80 كيلو وده وزنه 80 كيلو بس لعيب الكورة اللي مثلا نسبة الدهون اللي عنده من 6 الـ 13% ده لعيب اكسبتد او نسبة الدهون اللي عنده مقبولة جدا لكن انا عندي نفس اللعيب سوري لعيب تاني ونفس الوزن بس انا فجئت ان نسبة الدهون عنده توصل ل 17 و 18 و 20% اللعيب اللي مستوى الدهون اللي عنده من 6 الـ 13% لو هما الاتنين بنفس المهارة مستوى الـ performance والأداء بتاعه يبقى أعلى لان نسبة الدهون لما بتقل مستوى الـ performance يبقى لي مش تقل عن الطبيعي لان برضو فيه ناس بتفهم الموضوع بشكل خاطئ انا احاول اقلل الدهون على قد ما اقدر يعني بالشيء بالشيء يذكر رونالدو هو اعلى كريستانو رونالدو اعلى لعيب يوصل لنسبة الدهون مقبولة يعني احنا الرياضي مفروض يبقى من 2-4% ده لحد الادنى الدهون الاساسية فاش ينزل عنها وبالتالي لو نزل عنها يتضر اه طبعا لو نزل عنها اكتر لان احنا في عندنا نوعين في عندنا حاجة اسمها احماض دهنية اساسية للرياضي وفي عندنا نوع من انواع الفيتامينز اللي هي بتدوف في الدهون فاذا ما كانتش موجودة خلاص اللعيب دوت هيفقد كل انواع الفيتامينز ومنها اقولهم فيتامين دي بالذات اللي احنا بنتكلم عليه في الفترة الاخيرة بدرجة كبيرة وبالتالي لو انا عندي نسبة الدهون عند اللعيب زيادة مستوى اداءه في الملعب هيبقى ضعيف جدا جيني مرواحي طيب اللعيب دوت كان عندنا زمان اللعيب رايح يلعب ماتش تاني يوم تانيات معينة وعلى حسب سنك هل انت ناشئ ولا هل انت عديد 18 سنة لان عدد الجرامات بتفرق نمرة 2 نمرة 3 انت هتلعب بكرة ولا مش هتلعب بكرة انت هتلعب الساعة كام يعني لو اللعيب دوت عنده ماتش مثلا فور افزامبل زي الاهلي بكرة هيلعب الساعة مثلا 3 او 4 ايوة تمام الوجبة الرئيسية بتاعته تبقى الساعة 11 قبل الماتش ب4 ساعات الوجبة الرئيسية اللي فيها بروتين وفيها نشويات وفيها نسبة دهون مقبولة بقى قبل المباراة بساعتين بيبقى فيه طبيعة أكل معينة بلا دهون وقبل المباراة وفيه أثناء المباراة وفيه ما بعد المباراة اللي بنسميها الريكافر سمعنا عن الريكافري الريكافري دوت استشفى وكانوا بيعملوا بأجهزة معينة لكن ده في ريكافري في التغذية لو اللعيب في خلال نص ساعة من المباراة عمل جزء الريكافري اللي خاص بالتغذية هو عوض جسمه عن كل الجلايكوجين اللي هو المخزون من النشويات اللي فقدوا في المباراة وكأن شيئا لم يكن لكن هو روح بيتهم وكالبيتزا محترمة هو ما عوضش نسبة الجلايكوجين وتاني يوم يقول لك أصلوا اللعيب تعبان لا 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 هو اللعيب ما عملش فكرة الريكافري بشكل جاي